بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في درس جديد من دروس دورة احتراف تصميم وتطوير مواقع الويب الدورة الشاملة من موقع جي توب ميكس اكاديمي معكم رمي الجنزوري ودرس النهاردة عن الانيميشن في السي اس اس ري طبعا درس منتظر ناس كتير جدا نفسها هتعرف ازاي تعمل حركة في العناصر بتاعتها سواء في الدفء او في الصور وكان قديما بيستخدم الجافا سكريبت ولما طلع كمان الجاكيري والحاجات دي كلها بقت هي المستخدمة لكن السي اس اس ري سهلت العملية كتير خطة المحاضرة النهاردة هنعرف الكي فريمز وهنعرف كمان انواع تكرار الحركة والمدة الزمنية والحاجات دي كلها الموضوع جميل جدا وسهل بس طبعا متغير شوية ومحتاج تركيز على سبيل المثال ايه هو المقصود بالانيميشن طبعا الدروس اللي فاتت دي كلها خدنا حتة الاوضاع سواء السنائية او سلسية الابعاد واخدنا كمان الدرس اللي السابق لما بجيب الماوس اعلى العنصر بتحرك لكن هنا المقصود بالانيميشن ان الحركة تتم عند تحميل المتصفح تتم تلقائيا وطبعا بعد ما بتخلص بيرجع العنصر لوضعه الطبيعي على حسب المدة الزمنية المحددة لكن طبعا فيه انواع لتكرار الحركة ان ممكن تفضل تحرك نفسها او مثلا تعمل العنصر يعمل حركة ويرجع تاني يعني انواع كتيرة هنعرفها النهاردة ان شاء الله درس جميل جدا ويخليك لو انت شغلت عقلك ممكن تعمل يعني شغل عالي قوي ممكن تعمل فيلم كارتون كده من خلال السي اس اس ري طيب طبعا زي كل مرة بقول عبارة المشروع بتاعنا عبارة عن ملفين اتش تيم ال و سي اس اس هو ده اللي احنا بنشغل عليه وتعالوا نبتدي نشوف من الاول خالص احنا عايزين نعمل ايه اولا على الحال ده كده احنا عندنا اي دي او ديف والديف ده بيحتوي على النصوص بتاعة ولكم تو جيتوك مكس اكاديمي والموقع بتاعنا ومديين له اي دي باسم باكس وفي السي اس اس الاي دي بتاع الباكس مديين له التصبيطة بتاعة الباك جراوند كالور مسلا باللون الابيض العرض 300 والطول في 300 بيكسل والتكستالين يعني موقع النصوص يكون في منتصف الديف زي ما احنا شايفين طيب حلو قوي ازاي نعمل انيميشن ركز معايا في حاجة الناس اللي هي بتتعامل مع الافتر افكتس او بتتعامل مع بعض البرامج بتاعة المونتاج في حاجة اسمها الكي فريمز او زي المفاتيح بتاعة الترجمة الحرفية مش عارف اقولها ايه الفريمز يعني المفروض ليرات او طبقات حاجة زي كده لكن ده مش مشكلتنا انت بتجهز الاول الحركة وبعد كده بتستدعيها جوه الانصر بكل بساطة يعني ايه الكلام ده ازاي بتجهز الحركة يعني بتعمل كي فريمز اول حاجة ازاي تعمل من خلال علامة الات وبعد كده بتكتب كلمة key فريمز مرة واحدة بدون ايه فواصل وبعد كده بتفتح القسين اللي هي القسين اللي احنا متعودين عليهم بتعملهم دايما في الاساس وبعد كده بتبتدي تكتب جوه الحركة اللي انت عايزها تكون ايه كده الكي فريمز ده هو مش مرتبط باي اي دي الكي فريمز ده هو كأن كده قالب حركة جاهز وانت بتستدعيه في اي اي دي انت عايزه يبقى احنا بنجهز الحركة الاول هنا خلينا نشوف هنعمل الحركة ازاي او الكي فريمز دي هننشئها ازاي اول حاجة ونجهزها وبعد كده زي ما قلت بنستدعيها جوه العنصر الكي فريمز لنقطة بداية ونقطة نهاية يعني بداية الحركة فين ونهاية الحركة تكون فين توصل لفين ففي حاجة اسمها from دي اللي هي البداية خالص وقسين وجواهم بنكتب التأثير الطبيعي بتاع العنصر يعني مثلا لو احنا عايزين نغير لون background color دي هنا ابيض هنخليه يتحول للون تاني فمثلا بنروح هنا عاملين from background color وبعد كده اللون الابيض والحركة او نقطة النهاية بتكون تو وبعد كده بنروح عاملين تاني background وبعد انا طبعا بعمل بسرعة كده copy paste وغير من اللون الابيض اخلي اي لون تاني هخلي النهاردة اللون مش الاسرق هخلي اي خلي البردقاني بمرة دي مثلا يعني طيب على الحال ده كده لو انا عملت refresh حاجة هتحصل مفيش اي حاجة هتحصل ليه لانه قلتلك انا كده جهست الكيف فريمز لكن لازم اعمل له استدعاء جوه ال id اللي انا عايز يكون عليه التأثير ده فين ال id اللي انا عايز يكون عليه التأثير ده اللي هو الباكس طيب ده انا استدعيه ازاي من خلال animation تمام بس animation وبعد كده في داش name نقطتين فوق بعض وبكتب اسم الكيف فريمز طبعا يا كده ما لهاش اي اسم فلازم اديها اسم من خلال مسافة واتديها الاسم اللي انا عايزه مثلا gtmax اي اسم انا عايزه يعني الكيف فريمز من غير نيم ما لهاش اي لازمة برضو لازم المسافة والاسم وهنا الانيميشن نيم gtmax طيب حل كده هيشتغل لو عمرت ريفرش اقولك مش هيشتغل ليه لان لازم تديله مدة زمنية طب ازاي المدة زمنية دي من خلال ايه من خلال عنصر تاني اسمه animation duration animation انه بعد كده بتروح كاتب في المدة الزمنية بالثواني يعني مثلا خليها اربع ثواني 4s ثواني هل هيشتغل لو مشتغلش يبقى فيه غلطة نعم ريفرش هنلاقي انه فعلا يتحول من الابيض للون التاني وبعد اربع ثواني يرجع تاني في الطبيعي بتاعه طيب يبقى كده حلو قوي وجميل جدا بس هل ده في background بس لا تعالى نجرب حاجة تانية مثلا زي lift lift مثلا هنا عبارة عن 0px يعني موقع diff دلوقتي في ناحية الشمال 0px واخلي مثلا 250 lift 300px يعني يمشي ازاحة كده ناحية المين مثلا 300px طيب هنا لازم طبعا طالما قلت اني فيها حركة لازم اغير position هكلي البوزيشن مثلا اه تبقى ريالاتف مثلا وهعمل save ورفرش وتعالوا نشوف اللي هيحصل فعلا العنصر بيتحرك وبعد كده اربع سواني يرجع تاني زي ما كان طيب جميل جدا هل ممكن احط اكتر من حاجة مفيش مشاكل تعمل مسافة وحط المؤثر اللي بعد كده زي مثلا ال background color كان هنا باللون الابيض لكن بعد كده في نقطة البداية هو لونه ابيض لكن بعد كده هخلي ال background color اه باللون مثلا الازرق السماء والمرادي او اللبن اللبن ده تقريبا وبعد كده نعمل refresh فتلاقيه فعلا بيتحرك وبيتحول لونه وبعد كده يرجع تاني حط بقى كل المؤثرات اللي انت عايزها هنا color كل اللي انت عايزه اعمله هنا في نقطة البداية from الشكل الطبيعي ونقطة النهاية to اللي انت عايز يكون له او يتحول له ده اول نوع من انواع الحركة اللي هي from to طيب ساعات احنا عايزين نعمل اكتر من حركة يعني يكون مثلا عبارة عن اربع حركات في keyframes واحد ازاي دي هنشئ لك keyframes تاني المرة دي هسميه مثلا باسمي لكن انا مش هعمله from و to بتعمل عبارة عن اربع اربع ارقام مقوية يعني مثلا صفر في المية وبعد كده قسين والحركة التانية هتكون خمسة وعشرين في المية والحركة التانية هتكون خمسين في المية مثلا مثلا اربعه اربعه الموقع بتاع الدف بتاعنا هتكون فين سفر بي اكس طيب لما يوصل خمسة وعشرين في المية خليني أعمل كمان الطوب هنا عشان أنا هحرج الطوب والليفت أصبح دلوقتي نقطة البداية فين لو جينا بصينا هنا هنلاقي أن الطوب صفر بيكسل والليفت صفر بيكسل طيب لما يوصل 25% إيه اللي يحصل هخلي الليفت هنا مثلا أنا عايزه يروح ناحية الليمين الأول فخلي مثلا 350 بيكسل على ارتفاع صفر بيكسل زي ما هو أنا ما غيرتش كده في البعد بتاع الأسفل أنا ما خليته بس يتزح كده لناحية الليمين طيب لما يوصل 50% هنا بقى هخلي الليفت يصبح زي ما وصل النقطة اللي فاتت اللي هي مثلا 350 بيكسل وخلي الطوب مثلا يكون عبارة عن كام 200 بيكسل كده أنا غيرت الحركة التالتة اللي هو يفضل على على الموقع بتاعه البوزيشن بتاعه من ناحية الليفت لكن ينزل 200 بيكسل من ناحية الطوب طيب وبعد كده الحركة النهائية إنه هخلي 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 الليفت المرة دي يرجع تاني ناحية الشمال صفر بيكسل لكن الطوب هخلي برضو مثلا 200 بيكسل هخلي على الارتفاع بتاعه طيب تعالوا نشوف تأثير ده إيه وإيه المقصود نعمل رفريش في 4 ثواني بيروح الأول كده فيه غلطة آه الغلطة فين الغلطة إن أنا خلي بالكو هو لسه هنا اسمه إيه النين بتاعه إيه جي تي ميكس لكن لازم أحط الاسم بتاعه رامي بدل جي تي ميكس وكأنني بستدعي الكي فريمز رقم 2 اللي هي باسم رامي وهتدينه مدة زمنية مثلا حوالي 7 عشان تبان أكتر طولت المدة الزمنية نعمل رفريش ونشوف أهو وبعد كده ينزل وبعد كده فيه حاجة غلطة آه الغلطة هنا إن أنا مفروض عملت 100 بس مش 100% العلامة البرسنت مش مكتوبة فصفر في المية 0% 25% 75% 100% علامة المية المقاوية لازم تكون طواما مكتوبة على الحال ده نعمل رفريش ونشوف بعد التعديل وبعد كده المفروض يلا روح تمام وبعد كده يرجع لطبيعته يبقى كده لف الأربع زاوية تمام طب خلينا نخلي المدة الزمنية 4 ثوانية ونشوف إلا يحصل طبعا هيبقى أسرع طب هل ممكن نخلي الحركة عبارة عن 5 حركات يعني مثلا 0 25 50 وبعد كده 75 تعالوا نشوف ونجرب مثلا مثلا هبعده هنا بدل ما هو اللفت 350 هخليه يبعد أكتر هخلي مثلا 500 بيكسل يبقى كده أصبح كم حركة 1 2 3 4 5 حركات قادي قادي يبعد بعد كده كده بالزبط ده اللي أنا عايزه يبقى معنى كده إن أنا ممكن نزود في الحركات زي ما أنا عايز هل ممكن نخليها 6 حركات اعمل اللي أنت عايز مثلا أخليها لو هنا نقصتها خلتها 65% أو خلينا هنا مثلا دي خليها 80% يعني 75 80 وبعد كده هخلي دي مثلا ايه الطب مثلا يبقى 150 بس أي تغيير كده بس يكون ايه هو المقصود اهو 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 شفتوا يعني حتة النسب دي هي بتختلف في سرعة الايه الحركة انت عايزها اهو كده كده أو سرعة أو الانتظار بتاع الحركة ما بين كل واحدة والتانية ده 25% 50 75 80 وهكذا طيب كده لو كانت مع ادى في عينك هقولك لازم تمارس لازم تمارس وتتخيل وانت بتعمل كل حاجة عشان تبقى فاهم انت بتعمل انت عايز تحركها ازاي انت كده قدامك حركتين بس او قدامك ان انت تعمل 3 4 5 6 حركات زي ما انت عايز كل ده في كيف ريمز واحدة وبعد كده بتستدعيها هنا طيب جميل جدا خلينا نعمل كيف ريمز كمان وهننفذ في بعض الحركات اللي احنا تعلمناها في الدروس السابقة زي مثلا 3D الحركات الاوضاع بتاعت 3D فهنعمل كيف ريمز كيف ريمز مثلا هل هسميه باسم 3D بالمنظر ده لا ماينفعش ان انت تسميه باي حاجة تبتدي بارقام اسم الكريف الكيف ريمز لازم يكون حروف اي حروف طبعا انجليزية لكن لا تعملوا ارقام ولا تعملوا علامات فعالحال ده كده لو مثلا عملنا M3D مثلا طبعا اول حرف بس لكن M3D كده المفروض ان هو يشتغل طبيعي نبتدي نشوف هنعمل في قد ايه هنعمله مثلا عبارة عن اربع حركات فهنعمل 0 في المية حد ذاكر الدرس اللي فات او الدرس اللي قبل اللي فات هنعرف لو اللي مذاكر هيقول لي اعمل ازاي حاجة بالوضع سلاسي الابعاد انا اخليها بالويب كده احتياطي وبعد كده هكتب الترانسفورم الترانسفورم وبعد كده مثلا هخليها روتيت وهدي التلات ابعاد روتيت Y وبعد كده مسافة روتيت بس هخليها مثلا تكون X ودي الروتيت Z وبعد كده ابتدي اعمل النقطة البداية مثلا اخليها 0 ديجري تمام ودي كمان 0 ديجري 0 ديجري يعني كده اصبحت الزاوة المفروض 0 ديجري عشان اختصر الوقت هعمل copy paste في التلات حركات البقين وهبتدي بقى اعمل اللي انا عايز يعني انا هعملها عشوائية لان انا فعلا ما عنديش خيال اعملها ازايف مثلا هعمل هنا 20 ديجري وهنا مثلا هعملها X تكون تميل 10 10 ديجري ودي مثلا نخليها 50 ديجري وبعد كده هرجعها تاني هنا 40 ديجري وهنا هزود ال X او هقل لل X هخليه 5 ديجري وهنا هخليه كمان 10 ديجري وبعد كده هرجعه 0 ديجري زي ما كان لو انا كده على الحال ده كده عملت هلا هشتغل لا طبعا مش هشتغل ليه لان نقلت لازم استدعي الkeyframes انا كده طبعا عندي 3 keyframes فانا هستدعي بان انا هاخد اسم الkeyframes وحطه هنا عند الanimation name وتعالوا نعمل fresh ونشوف اللي يحصل اهو كده كده رجعت الوضع الطبيعي ادي الحركة الاولينية الحركة التانية وبعد كده 0 ديجري الحركة النهائية اعمل اللي انت عايزه ولف زي ما انت عايز طب لو انا جيت عملتها مثلا من 50 الزد وروح تعاملتها 70 يعني هزود في 20 والعشرين دي هخليها مثلا 30 اه دي حركة اولى هتزيد وبعد كده ترجع 0 زي ما كانت بسيطة جدا وسهلة جدا يبقى معنا كده ان احنا كمان ممكن نستخدم الترانسفورم طب هل ممكن نستخدم كمان معها نستخدم معها مثلا حاجة تانية غير الروتيت خلينا مثلا نعمل ال skill طبعا skill مفروض ان انت فهمها هي ايه الحجم بتاع العنصر تعال بس نشوف كده اللي هيحصل اهو بصوا عشان عمله في الصفر كان كبير بعد كده رجع للحجم الطبيعي طيب لو انا الصفر عملته مثلا هو كده طبعا skill في اتنين يعني كبر مرتين لو في واحد واحد يصبح طبيعي طيب تعالوا هنا نحطوا هنا بقى skill هنا خليوا بالكوا انا هنا عملت skill على طول ليه لان كل ده تحت transform تمام يعني الروتيت والskill كلهم جنب بعد كده مترصصين لانهم كل ده تابع لل transform طبعا راجع الدرس السابق طيب هل ممكن اعمل بالعلامة العشرية واحدة ونص تعالوا كده نشوف كده كبير قوي كده المفروض يزيد شوية وبعد كده يرجع تاني في الحركة يعني في الحركة التانية يزيد وفي الحركة التالتة يرجع ولا اهو فعلا اهو واحدة ونص ورجعتين طيب لو انا هنا عملت تاني بس كبرت اكتر بدل واحد ونص خليت اتنين اتنين يعني كده المفروض الحركة الاولانية او في الطبيعي بتاعه صغير هيكبر هيكبر وبعد كده في الحركة النهائية هيرجع لحجمه الطبيعي ادي الاولى كبر ادي التانية كبر اكتر وبعد كده الحركة الاخيرة انه يرجع لطبيعته اكتب بقى كل التأثيرات اللي انت عايزة هنا من ناحية ال background ممكن تغير ال background ال reduce بتاعه مثلا تعالوا كده نعمل الحركة دي مثلا border طبعا الافكار عملا بتجيلي وبنفز معك وبنشوف الحكاية تبقى عاملة ازاي هخليها تبقى مثلا عبارة عن 500 بيكسل هنا يعني في الحركة التالتة المفروض ان هو بيتقلب دايرة فعلا في الاول هابصوا الحركة ايه اتقلب دايرة وبعد كده يرجع لطبيعته تمام تمام يبقى احنا كده اظن يعني كده خلاص اتدربنا على الحركة عرفنا المفروض بتتعامل ازاي وعملنا اكتر من نحي استخدمنا from to واستخدمنا اربع حركات هنا واستخدمنا هنا ثلاث حركات بما فيهم طبعا اربع حركات لو كانت بما فيهم الحركة الطبيعية او نقطة البداية جينا لنقطة المهمة قوي اللي هي بتاعت تكرار الحركات هنا الحركات اللي احنا عملناها او الكيف فريم مثلا هنا اهو بينفز مرة واحدة تمام طب انا عايز ده يعملها لي مثلا مرتين ده بالنسبة للعدد التكرار فهنا بنيجي هنا بقى مش مش في الكيف فريم بنيجي هنا عند الايتي هنا اهو الانيميشن نيم وادي الانيميشن دوريشن وبعد كده بنعمل حاجة تانية اسمها اه انيميشن اهي موجودة هنا كويس اسمها اتريشن كاونت اتريشن كاونت يعني التكرار يكون قد ايه لو احنا احنا ممكن نديله مرات يعني مثلا كررلي الحركة الكيف فريمز دي خليها تتكرر مرتين ادي المرة الاولى وانتهت وادي المرة التانية وانتهت كل بساطة اكتب الارقام اللي انت عايزها طيب لو انا عايزها تتكرر لا نهائي تفضل تكرر نفسها وبعد كده تعال نشوف تفضل تكرر في نفسها طول ما المتصفح مفتوح كل اربع ثواني وهكذا مش هتبطل تكرار احنا ممكن نبعازين نعمل تكرار عكسي يعني التكرار يكون بادي من نقطة النهاية كده يعني بادي من المية في المية وانت طالع ازاي نقدرنا يعمل حاجة زي كده خلينا ناخد تاني وننفذ عليه لان ده مش هيكون بين قوي فده مثلا اهو هاخد الكيف رامي ده وبعد كده هشيل الكونت اللي هو التكرار عشان بس يبقى الطبيعي كده بتاع الكيف رامي هو يمشي كده وينزل كده وبعد كده يطلع تمام طيب لو عايزين نعمله عكسي في حاجة اسمها animation direction او كأن اتجاه الانيميشن يكون ازاي وندي له العنص القيمة بتاعة reverse لو على الحال ده كده وreverse وعملنا refresh هنلاقي ان بيبتدي بالعكس اهو وبعد كده يرجع تاني يبتدي عكسي تمام وطبعا لو انت ادت له ال count مثلا نخليها 3 مرات هيتكرر بس المفروض بالصورة العكسية هيتكرر 3 مرات كده بالصورة العكسية وهكذا يدبقى الحاجة الاخيرة هي الانيميشن ديلي او زي ما بيقوله المدة الزمنية اللي ممكن نحطها قبل بداية الحركة انا حطيت هنا مثلا اهو لعملت refresh هلاقي ان مجرد ما اعمل refresh والصفحة تتحمل اللي يحصل الحركة التم على طول طب افرد انا عايز بعد التحميل ما يتم مثلا بتلت ثواني وبعد كده تبتدي الحركة دي اعملها ازاي بتعملها من خلال الانيميشن اهي ديلي وبعد كده بتدي المدة الزمنية بالثواني يعني مثلا ثلاثة اس يبقى بعد ثلاث ثواني بتبتدي الحركة لو عملت تحميل تلاقي اهو العنصر ثابت عاد ثلاث ثواني وبعد كده الحركة تبتدي التم وعلى حسب التصبيط اللي انت عملها لو عملها ان هو يفضل يعيد في نفسه يفضل يعيد الحركة في نفسه بيعادها طبيعي جدا بس بعد ثلاث ثواني وعلى فكرة الكلام ده برضو ينطبق حتة ديلي ده انا يعني ممكن اكون نسيت اقولها في الدرس السابق مع الدرس السابق اللي هو بتاع الترانسيشن بس بدل ما بتعمل انيميشن بتعمل ترانسيشن ديلي وبعد كده بتروح حاضرة المدة الزمنية دي برضو حاجة انا نسيت اذكرها الدرس السابق الحاجة الاخيرة اللي اللي انا عايزك تعرفها برضو ان انت بدل ما انت ما بتكتب كده انيميشن نيم والمدة والحاجات دي كلها انت ممكن تعملها مرة واحدة من خلال انيميشن وبعد كده بترسها جمع بعضها الاول بتكتب اسم الانيميشن اللي انت عايزه وبعد كده بتكتب على طول من غير هي ايه كم مدتها بتكتب المدة الزمنية مثلا خمس ثواني وبعد كده بتكتب مثلا التكرار يكون ايه فمثلا انفانت دي وبعد كده خلاص كده احنا انا خلتها ايه انا خلتها اخترت الكيفريم باسم رامي المدة خمس ثواني ويبضل يكرر في نفسه على طول الى ما لا نهاية دي برضو بتسهل لك كتير اهو ويفضل يكرر في نفسه ازا يبقى دي برضو طريقة تانية بحس انها تسهلك لو انت مش عايز تفضل تكتب النام ومش عارف ايه والحاجات دي كلها رامي طيب m3d refresh اهو ويكرر في نفسه كده انا اديتك الصنارة ما عليك الا انك تصطاد السمكة تصطاد السمكة ازاي اعمل اكتر من keyframe زي ما نعامل كده وبتدي اعمل بقى حركات تخيل حركات واعمل مرة بالالوان غير الالوان مع تغيير الموقع مع مثلا استخدم الترانسفورم مرة الاسكيل مرة افضل نوع مثلا واعمل ميكس كده ما بين التأثيرات انتهى درس النهاردة انا شايف ان العملية مش صعبة لكن برضو محتاجة تدريب وممارسة بيدك زي كل مرة بقولك مارس وضبق وابعتلي على الايميل اللي انت عملته لو في اي مشكلة وجهتك او حاجة ابعت على وانا هرد عليك وهعرفك المشكلة في الكود بتاعك ايه فلحد كده انتهى درس النهاردة واشوفكم ان شاء الله الدرس اللي جاي وشكرا على المشاهدة